النادي الاهلي ازاي يقدر يختارك الدفاعات السهلة دي مش هقدر اقول يختارك حتى يعني يتخطى هزي الدفاعات السهلة مارسي الكولور يا كريم بدأ يغير فلسفته بقى يشتغل على بشكل مختلف تماما وتطوير الادوار بتاعة الضابل اتنين لعبة اللي بلعبه في وسط الملعب سواء في وجود حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشن بطرينا نعود دا الحالات عشان يكسب زي ما حصل في مبارات الزامريك او حتى في مبارات امبي مبارات سموحة مبارات بيرامدس الثلاث حاجات اللي احنا قلنا ازاي الاهلي يقدر يعمل سكور على الفريق دا انه يستغل هذه النقاط طب هل الاهلي لسه هيروح عشان يستغل ولا هو دا سيستم لعب الاهلي من الاساس انه بيفتح الملعب تماما بيعتمد على خلق المساحات المهاجم اللي موجود سواء كهرباء او شريف بيسحب واحد من سنتر باكس عشان يزود المساحة فيبتد يدخل حمد فتحي او يدخل محمد مجدي افشا ايا كان من منهم اللي يعمل الزيادة فيبتد الاهلي بيشتغل من الاجناب فهم عندهم التقطيع العكسية سيئة الاهلي بيعمل البرنتريشن من العمق فهم عندهم العمق منعدم تماما تقدر تعمل البرنتريشن سواء في كرات العرضية او على الانسان في اللاعب المفتوح هدف النادي الاهلي وحالات النادي الاهلي استخدم فيها الاختراق من العمق وفتح الملعب تماما وده اللي طبيعي الاهلي يعملوا عشان يستغل الحالة اللي عليها بص هنا بنتكلم على فرقة الزمالك فرقة الزمالك رجعب خمس لاعبين ومع ذلك الاهلي مفرق وقدر انهو من خلال فتح الملعب وانهو موسع الملعب قوي على نادي الزمالك اللي اكيد قولة اللعيبها عنده احسن من اوكلند اللي اكيد المدفعين بتوه احسن من اوكلند وقدر الاهلي يعمل البرنتريشن ويستغل المساحات دي من العمق فما بالك بالحالة اللي عليها اوكلاند روح تاني نفس القصة الاختراق من العمق والمهاجم اللي بيسحب السنتر باك ناحيته ويبتر يدخل يعمل اللعيب بتاع مركز تمانية روح لي الجول اللي بعده نفس القصة بنفس الطريقة ازاي الاهلي بيخلق المساحة على الطرف ازاي الاهلي هيعمل ده ومعا فيش تغطية الراجل اخترق من العمق طلع لبرة ابترى يشتغل الترحيل والزيادة العددية جوة 18 هدف من العمق ايضا بخلي بقى لك كل الاهداف بنتكلم على كل الفترة الاخيرة بجيب لك كل الاهداف الفترة الاخيرة بنفس الطريقة بنفس الفلسفة اللي جاية هي بالمناسبة على نفس العيوب اللي عنده أوكلاند نروح للحالة اللي بعدها هدف من العمق يلا الحالة اللي بعدها طيب نفس القصة ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني هنا الراجل الفيروت سحب السنتر باك معاه وقف واستلم اشتغل محطة في الحالات الزمال PEG كان فيها دا فين اللي شغال فيه ومكان شريف بنتكلم هنا على كهرباء تغيير اللعيب ما غيرش النمط ولا غير الفاتسافة اختراق الأهلي بيختاركت من العمق عند نقطة ضعف الأولى لأوكلاند كمل كمل البنتريشن من اللي عمل الزيادة وراح في الاسبيس برضو في العمق هو حمدي فتح كمل والحالة اللي بعدها هات اللي بعدها على طول هات الحالة اللي بعدها على طول يلا الحالة اللي بعدها هيا هيا نفس الحالة العادة يلا نروح للحالة اللي بعدها نفس القص اختراق من العمق باص اختراق من حسين الشحات توقيفة يرجع يعمل باص تاني في العمق كل أهداب في النادي الأهلي من العمق أهلي بيعمل الملعب بيفتح فيقدر يشتغل على الأطراف بيرجع يدخل تاني فكده الأهلي في كل الحالات اللي احنا بشغالين عليها الأهلي قادر أن يشتغل وقف هنا وقف هنا الأهلي قادر أن يشتغل ويختارك يا كريم من العمق اللي لنقطة التانية أول ما تتوفر المساحة في مبارزة اي بيراميس طبعا المساحات أقل فما بالك والفريدة بيديك مساحات مجانية في زوم فورتين على خطة التمنتاشة من مساحات أقرب فأكيد نصيحة عمر السلية كان موجود محمد مجدي أفشة كان موجود لأنه في الغالب اليو ديانجل لما نجل الكلام على تشكيله طاقة اليو ديانجل حمد الفتح موجودين فسواء كان أفشة موجود ديو عمر السلية موجود كمل الحالة نصيحة بالتصويب أكيد الزاوية المتاحة هتبقى أكبر المساحة والوقت اللي متاحين للنعيبة بتقول لها اي بقى أكبر الحارس وزنه زايد فالأوبشن التالت اللي تقدر تسجل منه قريدي الأهلي بينفزه صحة تلت حاجات يقدر الأهلي يشتغل بينهم في موراة بكرة عشان يعملسوا حلو حما